السيطرة على النقطة 45 استراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي تستوجب معارك أولى من نوعها من حيث درجة العنف والدموية بحكم إشراف هذه النقطة على عدد من القرى ذات الغالبية العلوية فقبل أيام استولت عليها قوات المعارضة والاثنين أحكمت وحدات من الجيش والدفاع الوطني سيطرتها بشكل كامل على محيطها والقتال بات بالسلاح الأبيض مع فلول المقاتلين حسب تعبير مراسل التلفزيون الرسمي إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن تقدم للقوات النظامية وعن استمرار المعارك العنيفة في المنطقة في أي حال التركيز على النقطة 45 يأتي في إطار معركة الأنفال في ريف اللاذقية التي أطلقتها المعارضة بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها في ريف دمشق حيث فقدت السيطرة على معاقل بارزة في منطقة القلمون الجبلية قصف معاقل الشبيحة في بلدة القرداحة 31-3-2014 وفي هذا الإطار أيضا يأتي استهداف القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد ومطار حميميم في ريف اللاذقية بصواريخ جرات تقوم حركة أحرار الشام بدك مطار الحميميم إنه الاستهداف المباشر الأول لمدينة اللاذقية معاقل النظام التي كانت قد بقيت في منأة عن أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ بدء الصراح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة